ورياضيا يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الأمريكي في السابعة مساء اليوم في إطار ثالث وآخر لقاءاته في الدور الأول ببطولة العالم يتصدر المنتخب الوطني الذي ضمن رسميا التأهل للدور الثاني للمونزيال المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط من فوزين على حساب كرواتيا بنتيجة 31-22 والمغرب 30-19 ويحتاج منتخب الفراعنة للفوز اليوم لضمان الصدارة وللوصول للدور المقبل بالنقاط الكاملة